أكد معالي صغير غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادية لدولة الإمارات حرصت على تحقيق التوازن بين التنمية من جهة وبين الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة من جهة أخرى واليوم وبفضل التوجهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لصحب السمو الشيخ محمد بن زايدان الهيان رئيس الدولة حفظه الله فإننا في دولة الإمارات نشارك بفاعلية في تعزيز الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والدولي جاء ذلك في كلمة معالي همام اجتماع القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات لمجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي بالمركز الهندي الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من مجلس النواب في جمهورية الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة من الثالث عشر إلى الرابع عشر من أكتوبر 2023 بعنوان برلمانات لأرض واحدة وإسرة واحدة ومستقبل واحد وذلك بحضور معالي أومبيرلا رئيس مجلس الشعب ومعالي جاديب دنكار رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الهند وبحضور رؤساء برلمانات مجموعة العشرين ترجمة نانسي قنقر